السلام عليكم خوتي إن شاء الله تكونوا بخير وإن شاء الله الصحة تكون لباس كراكم خوتي جيسبر تكونوا بيان شاء الله الصحة تكون مليعة في البداية خوتي نقولكم صحة رمضانكم وإن شاء الله تصوموا بالصحة والهنا واسمحونا على الغيبات سمحونا بزاف خوتي الله غالب ظروف اسمحونا المهم رجعنا وإن شاء الله ما يكونش هناك انقطاع المهم خوتي ربي يتقبل منا منكم وربي يحفظكم ربي يحفظ كل واحد سقسة علية وحتى لما سقسة علية ربي يحفظكم وربي يبارك فيكم ونبدأوا في مو الموضع اللي غادي ناهضر عليه مشكلة الكود جامل بالماضي مع التحكيم او التحكيم والمنتخب الوطني الجزائري كي ناهضر التحكيم ناهضر على التحكيم الافريقي يا اخوتي مشكلة هذي كيف يقولوا لا نقولوا مشكلة عويصة عليها خادشكون السبب وشا هي الاسباب اللي تخلي الكود جامل بالماضي ينفعل هالك الانفعال ويخرج عن الناس ويوكل في ربي ويوي 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 وبزاف ويوي وي يا اخوتي ايكو الهدر عله غاسامة جيبت نتيجه أيكو الهدرة ودكو البلبل على غاسامة جيبت نتيجه أيكو الملفاي اللي كان يتوزع والمقروض جيب نتيجه ايكو الهدرة تلكو جامل بالماضي عله غاسامة رجعتنا للمنديال ولعبنا المنديال غاسامة تعاقب ايكو غاسامة نcks sangat creative وعى اللقاءة السزتة carre م bye ودير المونديال. هل هذه الهدرة تنفع المنتخب الوطني او الضرة? هل هذه تزقع خاصة الحكام الافريقية? وخاصة عدنا اعداء على مستوى الاتحاد الافريقي. انت كتت عامل الاتحاد الافريقي? عاملو من خلال التحكيم تاعو. حافظ على علاقتك المميزة مع التحكيم. حافظ على ما ما عندكش علاقة مميزة مع الاتحاد والاجهزة تاعو. حافظ على الاقل على الاقل اربح ملاحتك مع الحكام اربح ملاحتك مع الحكام. وفرهم كل الظروف. لان نسيء بف Julk من لا يوجد رجال كاف ليس لتلليل على مستوى الفيفى ليس لي لجنة المالية لا اللجنة الاقتصادية لا لجنة التنظيمية لا تجدänn عندك عمارة نائب اللجنة المالية وطاح نائب الأقجع أبارسا ما عندك انت يا على راكت زقي يا على راكت زقي تكاليفينه الحمد لله اخرج ما تكاليفينه تقول يرا يدافع على حق المنتخم ماش الدورة تاعه الدورة تاعه يربح في الميدان كي يخسر ويخسر الحكم من اللوم على الرئيسة تاعه انت كيمدر بقعد في المنصب تاعك ضروقت تهلنا كأس افريقيا عدنا هي افريقيا انت ماش دورة يا كوتيش انك الدابز الحكم إذا كنت دورك دابزة خلال منظومة التسعين 90 دقيقة أو 120 دقيقة كمل الماتش لا يوجد مادير لديك احتراز و احتجاج لديك رئيس الاتحادية لديك مونسقة الفيدرالية لديك مسؤول الإعلام لديك مشارفانية المكلف باتحاد الافريقي لديك لجانة تقدم فيها الشكوى وليس انت رئيس الاتحاد شاو الدورة رئيس الاتحاد كما يحكم منتخب الوطني ماذا نديرو به؟ ماذا نديرو به؟ ما عدنا ما نديرو به؟ هذا زف زف عليه داروه انت يا كول جامل برماضي حافظ على علاقتك مع التحكيم وقاصامة واش درنا في الميل في وراء الميل في الثيقيل وراء ميل في قاصامة وراء اسكوا قاصامة داوه الفيفا وجاوبوه مكاش مكاش لا تحاسب لأولو بالعكس كارلمو طلعوه للمونديال يا انتاقوا الله في نفسكم حافظوا على هذا المنتخب جبنا منتخب وراء في مرحلة التشبيب على الاقل على الاقل الربح ملاحظكم مع التحكيم الافريقي ما غادي تديروه ما درتوه في قاصامة ما غادي تديروه معاه الكونتخيه غادي تزيد غادي تزيد غادي تزيد تشوف قائل حكام كي يشوفوا التصرف تيئك غادي كون عندهم لأين كونتر الجزائر عليها ركا تتسوه تحوسوا تشوه هو الصورة على المنتخب الجزائري مع التحكيم الافريقي واسيتو درتو ما درتو على قاصامة وفي الاخير هو العب المونديار واحنا تفرجنا ها ما خليتو ميل فيه ما خليتو نورمامو ما يستقبلوش ما خليتو ميل في فتحيل ولازم يتسائل في الفيفا وغادي نديروله وغادي نفعلوله وغادي ما كانوا هادراو الريح ايام بادي تخرج من المقابلات تخرج بهذك الطريقة والناس كاميري والليجان ومحافظ اللقاء وربما هو يرفع تقرير للاتحاد الافريقي ايضاروك مشكلة تقاصامة وتزيد مشكلة مع حكم اخر شي يقول لك يبدأ الحكام يجو في مهمة بخيزة يجيك في مهمة تخسر ايضاروك انتت اهلت واكتب ربيت اهلنا اخرج خلي نقدك للحكام ولا خلي مشكلتك مع الحكم جاوخ داخر لان يبيتك لان يزوج احنا اسبابها احنا اسبابها اسبابها كيفه خاتش بسبت هادرتكم وبسبتك خاصة انت يا كوش كي تهدر ذيك الهادر على قاسامة وتقدروا منه وقاسامة 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 وتنوذ بعض الزبانية بعض الكلاب الناطيقة ويبدأوا يهادر ويديروا في ذيك البلبلة من اجل تهشير يهيشرو في الناس سي نورمال سي نورمال غادي تلاقي كي ما هكا ميكون تزكت حافظ على الهدوء تاعك وعندك رئيس ومستعرف بالرئيس لي فوقك وتخليه يعمل عملوه وذلك الرئيس كيدير كون خليت هذه مسئولية رئيس الاتحاد هذه المسئولية هذا الدبيش الامين العام مسئولية المنسق الاعلام مش عارف انا منسق بين الاتحاد الجزائري والقاض ما اللي جان هذو المختصة هذو هم المسئولية يا حمشار ومديروا انت مدرب انت قعد في صيفتك يا مدرب درب اربحت اخرج باغي كان اشكال مع المدرب عالجة في 90 دقيقة مع الحكم عالجة في 90 دقيقة مكيش مكيش عندك هيئة فوقك عندك هيئة ترأسك هي اللي يتكلف بهذا الامر الامر مش هذو تخرج بديك التصريحات والانفعالات وبعد هو يضع الرابور مكشو تذر في روحك اسي جامل راكو تذر في المنتخب الوطني الجزائري راكو تذر في المنتخب الوطني الجزائري المشكل ماعدناش لي تحمي ما عندك ما بغيتش سبحان الله بغي يجيب سبحان الله جبت اللي لي ما يجيبش ذروك زفزف هذا واش الدورة زفزف سطايد ما طاقش يدخلو هيا ذروك كيف احنا ما مهف من اولو اروح ترائس اتحاد وخلاص اتاقوا الله في نفسكم وخلوا سمعة الجزائر مع التحكيم الافريقي عندك اعداء على مستوى الاتحاد اربح حكام الهات تشري الناس تشري في الحكام الناس تبيع وتشري معاهم الناس يدخلو بيروج يستربحوا عندهم سلطة وعندهم سلطة تنفيذية وعندهم سلطة تقرار وقام ذلك سيوي يعملوا الحكام احسن معاملة ونحن لا يوجد احد في لجنة التحكيم لا يوجد في لجنة التنسيقية لا يوجد في اللجنة المالية لدينا واحد عمارة في اللجنة المالية لا يوجد في مؤسسة تخاف لا يوجد مع luc� لا يوجد لا توجد رئيس الم Linus لا يوجد لا يوجد لا يوجد ما يوجد مع luc� سيجيب لك قادر بات س rename وأ Duluth تبكي الاسع علب ساعد البت لا يوجد لا يوجد يسيب الماضي. ما عندك ما يدير. ما عندك ما يدير خالص علىها. ضعفتوا الاتحادية الاتحادية بسببكم راي ضعيفة. نرمموا كل واحدة بلاستو. انت مدرب قاوي ضعيف هذيك حاجة اخرى. القوة تاك يزيدها لك رائس الاتحادية. انت مدرب قاوي جيب رائس. خلي يحطوا رائس اتحادية قوي. خلي يجيبوا رائس بمعنى اتم معنى الكلمة ليضرب الطابلة ليما يحقركش الحاكم. او توقي لك حاسب الهضرة غادي يجي غادي غادي تسجم لك التحكيم الافريقي. ما غادي ديل ويلو. ما درت ويلو في قاسمه وما ديل ويلو. كثلتوا نهيب الاشعار والخروط. ما كان ها. لا قاسمه ما لا ويلو. قاسمه لعب الموند. يالو تتفرجتها هذي جمال. ذروك تاكي راك تتدير مع الحكام الافريقي. ما كاملتش المهمة. ماش عندك وتحبس البانو. اتا تروحوا الجزائر تقعد. على الاقل تكون سمعتنا مع التحكيم الافريقي مليحة. هذي الناس اللي ماش بغية تفهمها. يا اخوتي تقول الله في نفسكم. واحد يفطن هذا المدرب. قلوا حبز هذيك الشعبوية والسقا وبلا فايدا. ما كايش منها. ماش مقابلة حتى مصيرية. كويجة مقابلة مصيرية. اربح تخرج. ومن بعد في الدكلاراسيو معك مع الصحافة الجزائرية. ولا صراحة لم يقولهم شدتوا التحكيم الافريقي. ميتا يا سايق. بضل انفعال بتاعك. خلاص. انت في المارس اللي نور ما مو تزعج فيه طحت. في المارس تاعك خامير وان طحت. نور ما مو هذك اللي تروح للحاكة متواسية. هذي مقابلة النيجر ضامنينتها. اهول عندك مقابلة في البلاد مع الزمياء ولا مع الباليش. عندك باقي لك زوج مقابلة او زوج مقابلة لو قالم. خلاص. حافظ على علاقتك المميزة مع التحكيم الافريقي. حاول تربح التحكيم بقدر الامكان. ما مغلط. خلاص ما عندكش. ما عندكش كل يدافع عليك. يا خابتي هذا هو الموضوع. اطهل الله في رواحكم الى مواضع اخرى والسهلا.